للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر زوم من لندن ويليام وارد الكاتب والباحث السياسي سيد ويليام مرحبا بك بداية كما ذكر التقرير منذ قليل حقيقة ريشي سوناك الآن في اختبار صعب ما بين الحفاظ على حق التظاهر الذي تكفله بريطانيا بكل تأكيد وما بين أيضا الحفاظ على استمرار الخدمات العامة للمواطنين هنا كيف من الممكن أن يتصرف سوناك؟ مساء الخير من لندن شكرا لدعواتي للحديث لقناة القاهرة اليوم ريشي سوناك في اختبار صعب وموقف عسير حيث أنه بناء على خبراته السابقة كاقتصادي مخضرم يمكنه أن يدير الاقتصاد البريطاني وبالفعل حاليا يتعامل مع بعض الإضرابات التي تؤثر على اقتصاد البلاد وهو شخص نشيط وليس لديه فكرة عن مشاعر العمال الذين يضربون عن العمل وما هو الموقف العسير الذي يعانين منه يحتاج لزاما عليه أن يضع استراتيجية جديدة لتعامل مع المتظاهرين لابد إن كان يرغب في التحقيق أثر إيجابي أفضل من أي شيء آخر أن يكون لديه أنية الصادقة لابد أن يكون هادئ وصبورا ويحاول إقناع معظم المتظاهرين بكل لطف أن هذا الوقت ليس المناسب لبلاد لتعاني من مثل هذه المظاهرات والإضرابات لابد أن يكون هناك طرق إقناعية كثيرة لابد من بذل المزيد من الجهود للحفاظ على توازن البلاد